الكتاب اللي حضرتك عملته هو ليه ثلاث أجزاء مصبور إيه الفرق ما بين الثلاث أجزاء؟ المراحل المراحل بمعنى إيه المراحل إيه العمرية ولا مراحل القدرات الزينية؟ القدرات القدرات يعني إحنا كنا شغالين عن أربع حاجات مهمة جدا أسية التركيز الانتباه قوة المراحزة مهارات الحفظ وجواها أكتر من تدريب فقالنا منشا ينفع نعلي الليفل أو نعلي المستوى من غير ما نبدأ استبقى استبقى واحدة واحدة وعملنا ده لكل مستوىات الصغيرين المراحل الشباب كبار السن فقالنا لازم ندرج فمشا ينفع أبدأ في المستوى الثالث من أبدأ ما أبدأ في المستوى الأول عشان المخ بيبدأ تدريجيا نفعش مثلا برجع من أجازة يلا ذكر المخ عبال ما يرجع تاني للروتين المخ زي عضلة فيبدأ ياخد على الروتين يبدأ طب زيك خمس دقائق في عشر دقائق في نص ساعة في ساعة فلازم مخ ياخد تدريجيا على التدريبات دي عشان عضلة تجبر أيوة وقدراتنا الزهنية حدثتك قلت إن إحنا ندر ننميها بمعنى إنه أنا النهاردة لو حاسة إن أنا بنت بنسة أو أنا ست بنسة أنا لو فيه تمرينات معاناة لو عملتها حاسن قدراتي الزهنية طبعا بس إحنا خليني أقول فيه حالية أكتر من حتة المنضوء ده هل أنا أصلا باخد المعلومة فيه إين؟ ففيه قوت مدينة مهمة جدا بمعنى إلا إحنا أسمناها كاتيجوري يعني مثلا الصغيرين ADHD عنده صعبات تعلق عنده نقص تركيز وتشتت انتباه طبعا ده المعلومة إنه تدهله بعد 20 دقيقة هو مش معاك فبيفصل لمدة 5 دقيقة و10 دقيقة فيه بيرجع تاني ففيه تايم كامل هو مش قادي يركز معاك لفترة طويلة هنطلع شوية المراقين في بداية البلوغ هو عندهم تشتت انتباه ليه علاقة شوية بالدخول المراق طبعا ده مش هيقدر نفس الفترة طويلة لو يقدر يزاكر أو يركز مع حاجة طيب هنجبر شوية هنعدي شوية مرحلة الشباب كترة ضغط النفسي بيعلي الكرتزول وبيعلي الأدرينين والنور أدرينين فبيقلل شوية بقى بيقفل المصرات العصبية دي اللي بقى اللي مهمة جدا بمعنى إيه؟ دلوقتي أنا وانت كلمنا في موضوع معايا أنت مضغوطة نفسية فالكرتزول وإدرينين والنور أدرينين زادوا فبيصد المصرات العصبية اللي هي ايه؟ اللي بتاخد المعلومة بتسجل عندها يعني مثلا واحد زاد واحد تسوي اتنين فمش بتروح أسهل المعلومة أو راحة المعلومة فوقت تتذكرها المعلومة المتخزنة مش قادرة تجي بيها منسميه النسيان المؤقت بس في قول مرحلة هل هو زاكرة انت زاكرة طويلة المدى ولا قاصلة المدى بنسى زاكرة السمكة زاكرة السمكة فانت فيه مشكلة ممكن قد يكون في الأكل وفيه مشاكل في الضغط النفسي أو انت عندك مشاكل في موضوع التركيز فالمعلومات كلها أصلا بتخش بس في زاكرة قاصلة المدى فبتنسي بسرعة ولا هي بتروح طويلة المدى طبعا لو بتروح طويلة المدى والد جدا برضو تنسي ليه بنسى؟ عشان خاطر ممكن يكون مضغوطة نفسيا أو أي سبب من الأسباب فتركيزي قالل بصبت بيحصل النسيان مؤقت مش نسيان دايم